أهلا بكم يا جديد متابعينا الكرام النقاش الثاني مع رئيس حزب الوسيطة السياسي السيد العروسي رويبات أحمد أهلا بك أهلا بك حد سنتحدث عن تشعيات ناجوان والوضع السياسي في البلاد حسب نظرة حزب الوسيطة السياسي للاستحقاق السياسي طيب بداية سؤالك الثاني بين 2014 تذكر أنك كنت في حصة عين وحدث ما الذي تغير منذ 2014 إلى غاية 2021 ونتذكر جيدا أنه كان الحزب الوسيطة السياسي كان حسب ما كان يشبه به هو الحزب المجهري صحيح ما الذي تغير اليوم؟ هو العودة إلى الذاكرة شي جميل جدا وأظن في هذا البلاتو بالذات يعني بلاتو التعكم ستيديو كنتم وصفتوا حزب الوسيطة السياسي على أنه من الأحزاب المجهرية صحيح ولا شخصيا كرئيس حزب وكمتخصص في عدة مواد بما في ذلك الميكروبيولوجي بحثت عن كل المصطلحات فلم أجد هذا المصطلح وكنت علقت عليك شخصيا على أساس أنه هذا المصطلح ورد في كذا وأنت يعني كنت أكثر انفتاح وتفاعل معي عندما بررت أنه هذا المصطلح المتداول وبالتالي من حق الإعلامي أن يوظف أي مصطلح الذي رأه موجود ولكن الشيء الذي تغير أشياء كثيرة على الأقل فيما يتعلق بالنص القانوني المنظم العملية الانتخابية النص القانوني السابق كان مبني على قاعدة قانونية كيدية وبتعليمات بحيث أن النص القانوني يصنف الأحزاب السياسية من درجة الأولى وأحزاب سياسية من درجة الثانية أحزاب سياسية ناشئة أو لم تخلق بعد كان تمشي للجمهور وتقدم تسكية في حين أن أحزاب تقليدية ومسارها طويل في المجتمع محفات من التسكية أمام الشعب ظلم وغبن وإيحاء توجيه على أن القوائم التي كانت بيد الأحزاب الناشئة كانت تمشي مباشرة إلى الأحزاب التقليدية بعدما تستنفذ كل إجراءات محاولة التأهل عبر الأحزاب الناشئة ونحن كنا ربما ضحية كبيرة في انتخابات 2017 بحيث أن ألمسوا البلدية سجلنا حضورنا على 410 بلدية وسجلنا حضورنا على 35 مجلس ولائي لكن مع الأسف أن تلك القوانين وشراء الضمام واستمالة الناس والمعوقات التي كانت موجودة في القانون خلونا اثنين بلدية وخلونا اثنين مجلس بلدي أو ولائي ننافس فيهم وأثناء المنافسة أثناء النتيجة تم تصوير المحاضر وبالتالي خارجنا سفر الأيادين وكنا نلام من طرف الرأي العام ومن طرف أيضا المناظلين لماذا نشارك في العملية الانتخابية اعتبرناها الحزب السياسي مسؤوليته هو أن يكون حاضر في كل الاستحقاقات وأيضا أن يأخذ من واقع الحال الدرس هل هذه القوانين فعلا هي قوانين صادرة عن مشرع يسعى إلى تأسيس مؤسسة الدولة انطلاقا من البنية التأسيسية النظيفة زها أو مبني حلاكيد وخطأ وغش وبالتالي هناك ضحايا جزء كبير من المشارك لكن سؤال المطروح تحدث ما حدث في الماضي 2017 مرة علياسة كثيرة لكن ماذا تغير اليوم وكيف يرى حزب الوسيط السياسي للاستحقاق السياسي بهذا القانون الجديد القانون العضوية للانتخابات نعم شيء اللي تغير الكثير أولا الرأي العام والأحزاب السياسية والصانع القرار السياسي يرى بأن عدد كبير من الشباب والمواطنين خرجوا للشارع ونادوا بإسقاط تلك المنظومة القانونية والنظام الفاسد الذي كان يشرع بطريقتها الخاصة نعم وبالتالي حدد لفيتت أو يافتت التوجه نحو تأسيس مؤسسات دولة نظيفة واحد لا أهدى خامسة ولا شبه أهدى رابعة اثنين تغيير النظام جذرياً ثلاثة محاسبة للمؤسسدين رابعاً وهي بناء مؤسسة دولة على قواعد أساسية نظيفة نعم هذه العملية لا تتم هكذا بمجرد تليفون كما كانت نحو زيد وغرسبو زيد ينبغي والمؤسسة العسكرية التي كانت ترافق العملية السياسية والشارع اللي كان رافع اليافطة نتعو إلى يعني بقوة ونصيحات أيضاً في الشارع فرضت على أن صانع القرار السياسي ينبغي أن يمشي في مسار انتخابي نظيف ونزيح ومن أهم القواعد الأساسية التي تنظم هذه العملية هو الدستور واللي كنا شاركنا في هذا الدستور على الأقل يعطي حق للشباب اللي كان مقصي من الحق السياسي صحيح ويعطي أيضاً فرصة التساوي بين مختلف الطيارة السياسية في ترشيح مناظلها على قدم المساواة بين مختلف الأحزاب السياسية وإحنا كنا عقلة فوق اللازم ما طالبناش بإقصاء تلك الأحزاب من الساحة السياسية وإن كان الشارع كان يطلب إقصاء تلك الأحزاب السياسي كنا لا نطالب إلا بالمساواة لأن المادة 39 من الدستور واش تقول لك؟ تستهدف مؤسس الدولة مساواة جميع الجزائري والجزائريات فالحقوق الواجبات بإزالة جميع المعوقات التي تحول المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كيف ينتجي تصنفني مجموعة من درجة الأولى ومجموعة من ثانية إذن هذا المناخ الجديد السياسي يجبر جميع الأحزاب السياسية وجميع الخيرين في هذا الوطن ممن يؤمنوا بتشكيل مؤسسة دولة نظيفة نزيها أن يشاركوا في المسار الانتخابي بدل التفرج بدل انتظار القادر المنزل من السماء وبدل أيضا التعيينات إما بموجب الكوطات أو بموجب التلفون عديد من الأحزاب التي لم تشارك في 2017 يشارك اليوم في 2021 حزب الوسيط السياسي يشارك أيضا في تشريعيات ناش جوان كيف جارت صح تعلم بقى الكثير سواء عدفاق التفصيل عن الصمت الانتخابي كيف جارت الحملة الانتخابية بالنسبة لحزب الوسيط السياسي في هذه العشرين يوم هو بارك الله فيكم حيث أنه أعطيتنا مجال أو نافذة للتعبير عن وقع الحال هو فيما يتعلق بعملية الاكتتاب عملية مزال يكتنفها الغش مزال يكتنفها التزوير مزال يكتنفها نوع من استعمال المال الفاسد كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعطات ضمانات بأن المال الفاسد لن يكون في تشريعيات أكيد أن السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أرفع لها قبة التحية والتقدير لأنها عملت الكثير ورفقنا في جميع مرحل سواء مرحلة الاكتتاب أو مرحلة إدارة حملة الانتخابية وكانت على نفس البعد من الأحزاب السياسية والخوائم الحراء يعني هذا يشهد العام الخاص بما فيهم نحن وكلما قدمنا تظلم إلا وجدنا نفسنا منصفين وأقرب إليها من حبل الوارد هذا جانب لكن على الواقع مثلا بعض الأحزاب ممن ترشح من أحزاب أخرى وهما رؤاسة بلدية ولازالوا يملكون سيدي القرص تعله الهيئة الانتخابية ويملؤون القوائم كيف ما شاءوا ومتى شاءوا وفي أي لحظة وبالتالي أنا حزب جديد عندما نمشي باشنزكي مواطن نوجد الاسم التاع المواطن موجود في حزب آخر عندما ودعنا القوائم ووجدنا بأن هذه الإمضاءات مضاعفة لو كانت العملية نظيفة ونزيها كان كل ما كان اسم الشخص مضاعف في هذه القائمة وتلك القائمة لا تلغى القائمة الثانية وإنما القانون يرص على معاقبة ومحاسبة ممن أمضى في القائمة الأولى والثانية والثاثة وبالتالي عندنا رؤية كيف نعالج هذا ولكن خبرة وتجربة جديدة وكل شيء مهما اكتنفها من الخطأ مهما اكتنفها من الغبل إلا أنها خطوة متقدمة إلى الأمام الأكثر من ذلك أنت تقول لي رح للمحظر القضائي والله النوتار على أساس أنه تدي له الشخص الذكي لك هل عاقل وانت موظف في هذه القناة ترح تسحب زوجتك والاختك والله ومن بداية الأسبوع عامل إلى نهاية الأسبوع وكتش تديها في الجمعة والله بالسبت باش ترح تزكي والله تدي خلال الأسبوع هما يفتحوا الثمانية ونص ويغلقوا عن ربع ونص إذن هناك جزء من المواطن يوجد نفسه معزول معزول عن مسايرة العملية في تسكية المواطن ثم المواطن عنده مهام أكثر مما يأخذ هذه الاستمارات ويمشي للبلادية وتصدق له عليها أو عند النوتار أو الويسي الأكثر من ذلك دي الويسي جيستيسي ودي نوتار حتى يطلبوا لك المال يقول لك جيب لين زكي لك تدي له الأولى يقول لك بلا ما تشقيه تدي له الأولى الثانية عندما يتصب عنده مجموعة يقول لك خلصني ولا ما نعطيه لك شي وهذا واقع سرعة وهذا يجب معالجته حالما أن تقوم بمقاعد في البرلمان وهذا يجب معالجته وعدنا اقتراح كيف يتعالج بطريقة جيدة وما تضرب حتى واحد سيد رويبات ربما السؤال المطروح اليوم كيف واجهتم اليوم وأثناء تنقلاتكم من أجل إقناع المواطنين وهو أمر صعب ربما نوعا ما حتى المترشحين أجمعوا أنه أمر صعب إقناع المواطنين المشاركة في الانتخابات خاصة ما خلفته السياسات القديمة كيف واجهتموها اليوم على أرض الواقع؟ هي فعلا ثقافة الماضية أرصت الثقافة متجذرة في عقلية الآخر سواء أن تشري ذمة هذا المواطن بلاش يمشي معك وإلا عاسف عن عملية الانتخابات تماما وأكثر دليل أنه الأحزاب اللي مزالت تغذي وتشري الذمام تروح تجيب الحافلات وتحمر عن طريق الذمام وتحمر القاعة وبدون يعني مزالت في ذقافتها ومشي المهم أنه صانع الرأي العام أنه يبرر أن هذه القاعة تمامرا لكن صدقني فيه 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 ما شاء الله لسيما فيه الشباب متعطيشين إلى أقصى حد أنهم يعبروا عن هوية وهم السياسية وأنا كأستاذ جامعي في الحقيقة دلت محاضرة في الجامعة جامعة البوليدا وجامعة البورا وسئلت سؤال تحت عنوان دور الطالب الجامعي في ترقية ثقافة المحيط سئلت سؤال من منكم يملك بطاقة مناظل من منكم يملك بطاقة ناخب ومدمغة بانتخب مع الأسف وهذه الجامعة البوليدا فيها كل الفئات فيها الإعلاميين فيها القانونيين فيها الأدب فيها الطب فيها كذا حمل بطاقة المناظل سفر حمل بطاقة الناخب عشرة في الميات مدمغة بانتخب ثنين في الميات هذه الثقافة كانت مسيرة وموجهة لأن يبقى قيوة من هذا النوع لهم يمثلوا كل الكفاءات خارج اللعبة السياسية لكن ألا ترى ألا ترى بأنه هذه الفئات هم من نعزل عن العمل السياسي أو المشاركة في العمل السياسي لم يفتح لهم باب لأن القواعم كانت ترتب رقم واحد رقم ثلين وأنا منهم أنا أصغر موطر شاحف السبعة وثمانين وأستاذ جامعي وأسمك موجود في القائمة في آخر مطاف يقول لك أعطيني شكارة تبقى في القائمة ما تعطيش شكارة ما تبقاش في القائمة وكانت عمل شكارة وعمل العشيرة وعمل الجاه وعمل المنصب والهوية يجعلك في القائمة إذن هذا الشباب يعني مظلومين مغبونين معزولين مستحواذين فكريا وعمليا لكن ما يعابوا على السلطة كسلطة على السياسة المنتهجة كسياسة أنا يمكن للطالب في الإعلام أن يختار أي حزب سياسي باشي يحضر عليه مذكرة وأنا مع الطالب لو أذكر على الحزب السياسي أن يموله المذكرة ومسعدا موله المذكرة فقط يدرسني من حيث شخصيتي من حيث تكويني من حيث المشروع إذا كان اجتماعي إذا كان كذا كبقية الأحزاب الأخرى ويدر مقاربة ومقارنة بين مختلف المشاريع حتى لا نتهم أن أحزاب لا تملك مشاريع وحتى أيضا نقول في نهاية المقام أنه مشروع الحزب السياسي هو مشروع القائمة الحرة هناك فرق جاسع بين المشروع السياسي وبين القائمة الحرة الآن وإحنا في الحمالات الانتخابية ماذا يقول؟ يقول إنني أضع ظهري إلى حزب سياسي لأنه على الأقل عنده مشروع سياسي وعنده قيادة عندما يختفي الشخص وتختفي القائمة أجد المشروع السياسي طيب مقارنة بهذا وذاك لما نتحدث عن الأحزاب السياسي سياسي عفوا وخاصة في هذه التشريعيات لأن المناسبة هي تشريعيات ناشوان نتحدث أيضا عن قوائم حرة هي موجودة اليوم بكثرة في الساحة ولديها أيضا برامج ولديها نخبة وكوادر أيضا موجودة كيف ترى اليوم معترك تشريعيات ناشوان قارنة بالقوائم الحرة والقوائم الحزبية وخاصة حزب الوسيط السياسي هي في الواقع شي جميل النارس ساحة متنوعة بهذا الكوكتال لأن أحببنا أمكرهنا الثقافة السائدة أن الحزب السياسي انتهازي الحزب السياسي انتشائي بعض الناس عندهم عزة النفس أنه يقترب إلى مشروع سياسي يصبح مرتاشي يصبح كذا إلى آخر ثم أنه أحزاب سياسية كانت تفرض عليك أموال باش تكون في القائمة هذه الثقافة موجودة وبالتالي كل النخبة الوطنية كل الشباب كل من له رغبة للتعبير عن الهوية السياسية وجد بأنه الفضاء للتعبير عن الهوية السياسية أن يكون فيه ضمن قائمة حرية وضحة بنفسه لكن في هذا أيضاً عندنا وجهة نظر مغلوطة لدى الرأي العاب لو درس دراسة تجامعية تدرس دراسة مخبرية إحصائية وتقدر عدد القوائم اللي جات إما تحت هذه الرغبة أو تلك الرغبة توجد تسعين في المياه هي المناظلين كانوا في أحزاب تقليدية موجدون شروح بموجب هذا القانون الإقصائي لهذه الوجوه الفاسدة فمشاول القوائم الحرة الأكثر من ذلك أن السلطة حاولت تغازل الشارع وحاولت توفر للشارع ما لا توفره الأحزاب وبالتالي أيضاً سياسة تمويل القوائم الحرة بـ 30 مليون للشباب من أجل طبعاً مساعدة تحميل 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 هذه مغازلة وهذا سوسيال بالنسبة لنا مرفوض لأنه شاب شاب سواء تحت الغطاء السياسي أو تحت القائمة الحرة تقول لي أنت حزب سياسي تمويل الشباب اللي في القائمة أنتعك أنا حزب سياسي جديد ناشى ست البارح ليس ليتمويل لا من طرف الدولة ولا من طرف مخارطين إذن كان عالي الدولة إما أن تغفل سياسة سوسيال تماماً هذا عمل سياسي بالله رغبة ويريد أن يكون رجل سياسة ويصنع القرار السياسي لابد أن أن يكون عصانياً ولابد أن يصنع القرار السياسي بما يملك من إمكانيات سؤال أخير سيد رويبات فيما يتعلق بهذه التشريعيات حتى نكون صريحين كيف يرى حزب الوسيط السياسي لتشريعيات ناشوان أكيد نحن نراها مولد جديد ونراها إيد جديد وكل من يقول بلي هناك مقاطعة بالنسبة لي هو مبالغة أكيد دعاة المقاطعة ما زال أكيد الصوت هذا الصامت اللي ربما غيبناه وإحنا اللي تسببنا ما زال لكن نداء التعنى وأيضا الممارسة التعنى الميدانية ووجودنا في هذه الملتقيات وفي هذه يعني التجمعات الشعبية وجدنا كثير من الأصوات الصامتة عبرت لنا عن رغبتها في المشاركة في التصويت بنعم لهذا الحزب أو ذاك الحزب أو لقائمة حرة بمعنى هناك ضمير حي سياسي يستدعي الجميع أن نشارك على قدم المساواة في صناعة مؤسسات دستورية تنجين من ربما ويلات وتنجين أيضا من سقوط سيادة القرار السياسي لأن ولا يوجد أي واحد فينا يرضى تقويض بنظري تقويض أركان الدولة لأن الدولة ومعنىها معنىها سيادة معنىها شعب ومعنىها جغرافية وفي غياب المؤسسات الدستورية النظيفة الشفافة المؤسسة على قاعدة الحق والقانون دولة الحق والقانون أكيد سوف نصاب ويصابون كذلك سيد العروسي الويبات أحمد كلمة أخيرة بخصوص 12 جوان لم يبقى له الكثير بطبيعة الحال وهذه سوائعات الأخيرة التي تمر علينا لليا الحملة الانتخابية بطبيعة الحال دخولنا في صمت انتخابي ما هي رسالتك رسالة رئيس حزب الوسيط السياسي للكتلة الناخبة وحتى الأغلبية الصامتة طبعا انتعطيت لي فرصة بها نقول للكثرة السابقة الصامتة والهيئة الناخبة أمامكم الوسيط السياسي عريان فكسوح ولا أحتاج صوت لنفسي مع أنني مرشح ولاية العاصمة ولمشارع وأفكار لكن انتخبوا على من هو الأحسن ومن هو الأوثق ومن هو من يملك سلطة الكلام عن واقع الحال والتعبير أيضا عن هوية الجزائر بكل أبعادها ومكوناتها وسيادتها والحزب السياسي أو القائمة الحرة التي تحبر فعلا عن انشغالات المواطن والسلام عليكم شكرا جزيلا لك سيد العروسي أروي بات أحمد رئيس حزب الوسيط السياسي كنت ضيفي اليوم في هذا الملف شكرا جزيلا لك شكرا برك الله فيك إذن متابعينا الكرام إلى هنا نصل وياكم إلى اختام هذا الموعد الإخباري شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء